الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الإخوة والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في الحلقة الرابعة في الرد على ما يسمى بصفحة صوفية في الرد على دعاوة الوهابية كما زعموا ونحن كنا ردينا على الجفري في عدة كفريات كفره بها العلماء كما كفره العلامة عبيد الجابري وغيره من العلماء لأن الجفري عنده اعتقادات كفرية وشركية باطلة يأصل لها ويدعو الناس إلى الشرك وإلى الإلحاد منها قال الأولية يتصرف في الكون في الدنيا وفي الآخرة قال حتى في الآخرة قال يتصرف في الكون قال لو ربنا جعل الولي ممكن الولي يدخل اللي يبغاها الجنة يعني الولي دا يدخل دا الجنة يدخله دا دا يمنع من دخول الجنة يمنعه دا الولي قال يتصرف حتى في الجنة ذاته طيب وإلى آخر كلامه الباطل الكاذب الفارق فأنا رديت على الباطل دي فالجماعة دا بتاعنا الصفحة الصوفية والسيمة شنو بتمثل الطرق الصوفية كلها طبعا طريقة تجانية والسمانية والقادرية والختمية والركينية وغيره 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 منزلي الردود على المقاطع بتاعتدي بالباطل وردينا في ثلاثة علاقات دي الحلقة الرابعة قال والحاجة ممكن الولي يتصرف في الكون قال يجوز واستدل بأذلة هي في المشرق وعقيدة هذا الصوفي الباطل العاطل مبتدع في المغرب قال لا يلول إني جاعل في الأرض خليفة والثاني يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وجاء برضو شيء من قصة سليمان عليه السلام وإن ربنا سبحانه وتعالى سخر له الرياح والطير وكذا وكذلك داود عليه السلام جاء برضو قصته قال دي من الأدلة الأول حاجة الدليل الأول إني جاعل في الأرض خليفة وهذا آدم عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا في الأرض خليفة في هذه الآية أي أن آدم عليه السلام خلف الجن لأنهم سكنوا الأرض قبله دا القول له والقول الثاني قالوا خليفة أي أنه يطبق أوامر الله سبحانه وتعالى وحدوده في الأرض فهو خليفة الله بهذا المعنى يعني أنه يطبق أوامر الله وحدوده وبعض المفسرين كالإمام الباغوي رجح القول له أنه خليفة يعني يطبق أوامر الله عز وجل وحدوده وكذلك ما يقال في شأن نبي الله داود برضو المفسرين قالوا خليفة في الأرض يعني يحكم بين الناس بالعدل ويطبق أوامر الله سبحانه وتعالى دا معنى الاستخلاف ما معنى الاستخلاف أنه يتصرف في الكون يشق السماء وينزل المطر ويد الجنة ويخلق مع الله سبحانه وتعالى كما يعتقد الصوفية فده المعنى الصحيح لهذه الآيات أما سليمان عليه السلام فربنا سبحانه وتعالى سخر له هذه الأشياء كمعجزة وكآية لأنه نبي من الأنبياء وذي آيات يعني كبرى وعظمى ربنا سخر عليه سليمان عليه السلام لإثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل على يديه أشياء من الآيات والمعجزات لإثبات نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام فده ما يقاس عليه أشياء اللي بيعمل الصوفية أصلا أو اللي بيزعم الصوفية لأنه اللي بعمل الصوفية ذه سحير أصلا وهو باستخدام الشياطين والجن لأنه حتى إذا قلنا إذا فرضنا جدلاً زي ما يقوله الصوفي البليد ده إنه الأولياء بيصرق في الكون ويفعل ما يشاء في الكون إذا قالوا الأولياء بيعملوا كده وده كذب طبعاً لكن لو فرضنا إنهم بيعملوا فالصوفية ما أوليه واحد فيهم ولي صوفية الموجودين ديل كل الطرق الموجودة الآن الليلة واحد فيهم ولي ما في بل ديل أولياء الشيطان ما أولياء الرحمن لشان كده ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ذكر هذه المسائل والفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن في الصفحة الرقم 354 قالوا أيضاً فكرامات أولياء الله لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى كرامات بتاعة أولياء ربنا الحقيقيين الصادقين سبب الإيمان والتقوى ودليل ابن تيمي على هذا الكلام قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو لله ولي قال فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله الخوارق اللي بتحصل للناس اللي يكون عندهم كفر وفسوق وعصيان قال ذي من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل عند الشرك حاجيك للأدلة من كتب الصوفية إن الصوفية ديل شيوخهم ديل بيدعو للشرك بالله قال وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق والعصيان الصوفية هم الآن البيدعو الميتين والغائبين زي ما قال البرعي في هذا الديوان رياض الجنة ونرد جنة الصفحة 119 السطر الأول البرعي قال إن أبا خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل فيقول إذا حصل أمر مهم تنادي إسماعيل لأنه ولي لأله فده دعاء الميتين ودعاء الغائبين وده شرك بالله فيبقى نص البورعي والصوفية كلهم ديل من أولياء الشيطان والخوارق لو حصلت على يد بعض هؤلاء الصوفية موجودين الليلة ديلنا أهل الطرق فده من فعل الشيطان ومن فعل أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن شانا يقول لك الكرامات سابتة لأولياء الله الصوفية ما أثبت لنا أنه صوفي ولي لأله وأنا بأثبت لك أنه أي صوفي أي صوفي شيخ طريقة دولي لشيطان كتبه دي موجودة شانا ما الكلام ما نكتر الكلام مساكن قال وأكل المحرمات كالخبائث مثل الحياة والزنابير والخنافس والدم وغيره من نجاسات ما شفت أولاد الكباشي أتباع الكباشي بيكلوا الدبايب يمصوا الدبايب ويشيلوا الدبايب فابن تيمي قال لك الناس اللي يحملوا الحياة والزنابير والخنافس ودهل دهل أصلا هم من أولياء الشيطان من عداء الله اللي بيحصل من الخوارق على يديهم ده من فعل الشياطين لأنه من الفساق ومن دعاة الشرك والكفر قال وغيره من النجاسات لأن الصفية عندهم نجاسات نحن ذا الناس بتأول حياة نصوية دهل ما أولياء الله أشان أي دهل التجيب وتقول الولي بيسوي أول حياة أنت ما أولياء الله ده أول شيء وده أهم نقطة في الرد على الصفية شفتا كيف ده كتاب الطبقات الكبرى للشعراني جزء الأول وجزء التاني الكتاب ده ده فيه كلام يعني غريب يوريك أن الصفية ده اللي بيتقرب إلى الله بالنجاسات صفحة تلتمية تسعة وسبعين تلتمية وتمانين بيسكر قال كرامات الشيخ صيد الإمام قال أحمد أبو العباس المرسي الولي قال رغم تلتمية وعشر زي ما هم مرغي منه قال كثيرا قال الشيخ قال الشيخ إلى أن قال فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمشي إلا وقد أوصله إلى الله تعالى يبول في رجلين وقال فدي من الكرامات بتاعتهم صفحة تلتمية تسعة وسبعين تلتمية وتمانين عشان يوريك أن النازل أصلا بتقرب إلى الله بالنجاسات وبالشركة عديل صفحة تلتمية وتمانين قال لو كان الحق سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة لكان التوجه في الصلاة إلى القطب الغوص أولى من التوجه إلى الكعبة وده كفر بالله سبحانه وتعالى لأن النازل دارين يستدرك على الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا صفحة خمسمية سبعة وتسعين يوريك أن النازل بتقرب إلى الله بالنجاسات نازع فنين وسخين جدا الصوفية ده كل الطرق وده الكتاب وده أعظم كتاب بتجتمع حوالينه كل الطرق الصوفية والكتاب ده مدح البرعي مدح شيخ سيدو المؤلف البرعي في هذا الديوان رياض الجنة ونرد جنة في آخر قصيدة مصر المؤمنة قالوا سيدي الشعراني أن ناشر علم الله والشعراني هو عبدالوهاب الشعراني وهو مؤلف هذا الكتاب طبقات الكبرى للشعراني قال منهم سيدي بركات الخياط وكان رضي الله عنه شوف رضي الله عنه ده الأولي عنده بتقرب الأعمال الوسخة والعفنة لله وذلك ما أولي قال وكان رضي الله عنه يقول لمن يخيط له هات معك فوطة يقول لي جب معك فوطة وإلا يتسخ قماشك من ثيابه لأن الولد قال هدو معفنة جدا وكان دكانه منتنا قزرا لأن كل كلب وجده ميتا أو قطا أو خروفا لقوم عف فطيصة يأتي به فيضعه داخل الدكان فكان لا يستطيع أحد أن يجلس عنده في الدكان ها فالنازل نازعفنين زي ما قال ابن تيمية قال النازل يتغربوا الله بالشرك ودعاء الموت وبالوساخة أيضا الصوفية أيضا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم الوساخات والشركيات بالله سبحانه وتعالى في صفحة رغم خمسمائة اثنين وتمانين دقال ولي رغم تزع طاجر في الجزء الثاني الشيخ علي أبو خودة رضي الله عنه قال كان رضي الله عنه من أرباب الأحوال ومن الملاماتية وكان رضي الله عنه يطعاط أسباب الإنكار عليه قصدا فإذا أنكر عليه أنكر عليه أحد عطبه طيب قال وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمردا يعني ولد جميل يعني راوده عن نفسه قال لا ندار أفعل بك فعل قوملوت وكذلك امرأة برضو راود عن نفسه يعني داريزني بها دي من كراماته يعني عند الصوفية في الصفحة رغم خمسمائة اثنين وتمانين قال وحس حس على مقعدته يعني يا هفش دبر الولد أو المرأة سواء كان ابن أمير أو ابن وزير ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتفد إلى الناس ولا عليه من أحد والله هنا في كلام تاني بعد أنا ما بقدر أقرأ خالص ولو قريت بعض الناس الجهلة غد يقول لي اتقل للأدب وأنا ما قلته ده كلام الصوفية فكلام ابن تيمية ده ده أهم نقطة عشان ترد على صوفي يقول لك الأولياء بيسوه قل لأول حاجة انتم ما أولياء ما في صوفي واحدة الليلة ولي إطلاقا ده أول حاجة نسبتها طيب ودي أقورت عليهم بعد ذاك نناقشة شبهات شبه شبه طيب نواصل كلام من تيمية قال يتقربوني الله عز وجل بمثل دعاء الميت أو الغايب وبالفسق والعصيان والخبايس والنجاسات قال ومثل الغناء والرقص كلهم بيرقص مش حمد النيل تمشي الزريبة تمشي وين بيرقص يرقص الواحد لما نقع في الوطن لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان وده البحصة للليل عند الجباب والأضرح يرقصوا مع النساوين والمردان وحاله وخوارقه تنقص عند سماع القرآن ما بيسمع القرآن وخوارقه دي زاته تنقص مع سماع القرآن لأنه ده شغل بتاع الشيطان والشيطان ما يقدر يقف قدام كلام ربنا سبحانه وتعالى قال وَتَقْوَى عِنْدَ سَمَعِ مَزَامِرِ الشَّيْطَانِ شاكيدا صبي الله يقول لك لو قرأت قرآن كثير بالجن وده ما لبقى ديرويش جنة يقول لك لأنه قرأ قرآن كثير فده كله لأنه ما دارينك تقرأ قرآن دارينك توقع بتاع رقيصة الشرك وعبادة غير الله قال فَيَرْقُصُ لَيْلًا طَوِيلًا وإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقرأ ديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه أو يتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده ويحب سماع المكاء والتصدية تلقوا يصفقوا وينططوا ويصفروا يقولوا ذا ذكر الصفية ويجد عند مواجده فهذه أحوال شيطانية وهو ممن يتناوله قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين فيبقى الصفية ذا الأول حاجة هما ما أولية والبتصر على يد بعض الصفية من خوارق العادات دا أصلا شغل بتاع الشياطين وشغل بتاع السحر لأن الصفية من أولياء الشيطان طيب كما قرأنا الآن كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من أعظم وأكثر الناس الذين حاربوا التصوف والصفية والشركيات التي يدعون إليها وينشرونها الصفية في ردهم قالوا برضو قال لي يخلق مع الله كيف قال دي يبتها من وين قال لي يخلق بإذن الله كسيدنا عيسى وده تصريف لسيدنا عيسى قال إن الولي أنا قلت يخلق مع الله دا باطل قال لي يخلق مع الله كيف دي بتا منه ورجع تاني قال بيخلق مع الله قال بإذن الله الله ما أزل لواحد يخلق معه صوفي ولا غيره حتى لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الآن أردد عليك يا صوفي أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله أخلق لكم من الطين دما خلق طير عديل بدليل الكلمة البعادية من الطين كهيئة الطير ما قال أخلق طير قال أخلق شي كده من الطين كهيئة الطير ولسه ما نفخ ربنا سبحانه وتعالى في هذا الطين لأنه قال فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا لسه ما بيقى طير ولسه ما دخل فيه الروح من الله سبحانه وتعالى إذن أخلق لكم من الطين يعني أصنع لكم من الطين شكل بشبه هيئة الطير لأنه قال كهيئة الطير والكافل التشبيه في اللغة العربية يعني هو ما بيقى طير لسه حقيقي وإنما كهيئة الطير فعيسى عليه الصلاة والسلام لما خلق يعني صنع هنا خلق يعني صنع لما صنع شيء من الطين كهيئة الطير لسه ما اتخلق الطير ذاته لكن لما نتخلق وبيقى طير عديل كده قال بإذن الله يعني ما هو قطير عديل وإنما هو فعل السبب وربنا عز وجل هو الذي خلق وهذه كانت معجزة ومن آيات الله الكبرى لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فلا يمكن للبرعي أو المكاشفي أو واحد من هؤلاء المجرمين دعاة الشرك إنه يقول إنه عنده معجزة زي معجزات الأنبياء ما ممكن لكن عند الصوفية أي كفر ممكن يعتقدو يقول وهنا البرعي قال ألم ترى أن الله إيده في كتاب ديوار رياض الجنة ونور الدجنة في الصفحة الرغم قال ألم ترى أن الله إيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب إلى آخر ما قال قال شيخ ده أحمد الطيب البشير ربنا قال أداو أشياء في مقام المعجزات بتاعتها الأنبياء وده باطل يا جماعة لأنه لو كانوا ناس دون الأنبياء ودون الرسل بجيب أشياء زي الأنبياء وزي الرسل لما كان هناك فرق بين النبي وغيره وبين الرسول وغيره وده في صفحة 111 من ديوار رياض الجنة ونور الدجنة وده كل كلام باطل وكلام كفر بالله سبحانه وتعالى طيب فالاستدلال بمعجزات الأنبياء لإثبات خوارق الصوفية هذا من أبطل الباطل ولا علاقة بين هذا وذاك كما بينا بلاد الله قال والأصل في التصريف جاء في كتاب الله عز وجل كالملك وسدل قال بن مروض بن كنعان وجاب القصة بتاعت النمرض بن كنعان لمن إبراهيم عليه السلام قال لربي الذي يحيي ويميت النمرض بن كنعان قال أنا أحيي أميت بعض أهل التفسير قال جاب راجلين من السجن واحد عفاوا واحد كتلوا قال لإبراهيم شفت أنا أميت توحيت إبراهيم عليه السلام قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر الكلام ده والقصة دي أصلاً رد على الصوفي ده ذاته على مثل عقيدته يعني كيف الصوفي قال شنو بعد ما ذكر القصة دي قال هذا تصريف قال ده دليل على إنه الولي يتصرف في الكون قال لأنه النمرض بن كنعان جاب اتنين واحد كتله والتاني عفاو قال إذاً ده تصريف إذاً الولي يتصرف أولاً النمرض ده كابر ما ولي نمر اتنين يا صوفي أباليد نمر اتنين القصة دي ذاته الرد على الزول اللي بيقول أنا بيصرف في الكون هو المناظرة في جنوزاته المناظرة في إنه النمرض بن كنعان قال بيصرف في الكون بدليل إبراهيم قال ربي الذي يحي ويميت الله هو الذي يصرف في الكون إبراهيم قال لك ده إنه ربنا اللي بيصرف في الكون لأنه ربنا بيحي وبيميت فالنمرض بن كنعان عمل له حاجة هي بر المناظرة يحي ويميت قصد إبراهيم عليه السلام أن يحي من عدم ويميت بعد إيجاد النمروض اللي كان عن جاب اتنين موجودين أصلا فكتل واحد وخلت تاني دماء حياء وإماته بالفهم الذي ذكره له نبي الله إبراهيم الخليل لما النمروض عمل الحيلة إبراهيم قام جاب قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن الله يأتي بالشمس من المشرق يعني ربنا البصر في الكون هنا ربنا قال فبويت الذي كفر لأن النمروض ما قدر يصر في الكون يجيب الشمس من المغرب زي ما ربنا جاب من المشرق ربنا قال فبويت الذي كفر فالقصة دي أصلا هي دليل على الصوفية ما دليل ليهم رد عليهم إنه ما بزول بالصر في الكون إلا الله لأن إبراهيم قال لي رب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من شنو من المغرب ربنا قال فابويت الذي كفر فيا صوفي يا أحمق يا مجرم انت جيبت تقول دليل على ان الولي صر في الكون هدى إبراهيم عليه السلام جاء بها دليل قال لفه ان الله يأتي بالشمس من المشرق بأتي بينا المغرب دليل على انه موزن الصر في الكون هذا هو الغريب جدا والله هنا ما لا كاني أغرب من الترق الصوفية ومن الصوفي جايبينه بردة أغرب منه أنا ما لا كاني في الواطدي وأضل منه ما لا كاني بالمناسبة بشر أضل من الزولة بردة ما لا كاني في الحلقات السابقة بينا انه زولنا بيقول بيقول انه غير الله بيخلك بيقول انه دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله تجوز تجوز في شريعة الإسلام وربنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا طيب الدليل البعدي قال إنه الولي قال يتصرف في الكون قال ربنا قال الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية قال الآية الثانية قال ربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت قال دا قال معين ربنا اللي بتوفى قال لكن هنا ربنا نسب في الآية الثانية يقول يتوفاكم ملك الموت قال نسب الوفاء والتوفي لملك الموت إذن المخلوق ممكن يصرف في الكون والله دا من أبلد المخاليين لأنه الحاجة الآية الثانية لستدلبها دي بترى الله قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي الذي شنو يا صوفي يا طرق صوفية يا تجانية يا سمانية يا قادرية يا شازلية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وكل يعني الله وكله يعني هم يقدر عمل حاجة بدون الله الله لأك وكله كما في تصريف الكون من مخلوق الله لوكله قال وكل بكم طيب بعد ذلك كذب قال 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 اليافعي قال من أئمة الشافعية فيها أصل التصريف قال الآية دي قال كذب كذب تجيب لي إنه واحد من أئمة الشافعية قال معنا الآية دي إنه الأولية تعني صوفية ديل هلأس يصرف في الكون ويعمل فيه الدائرن بتاع ربنا كون ربنا جيبه ما فيه واحد من الشافعية بقول الكلام ده ولو فيه جدلا وتنزلا لو حصل ذاته في زول قال لردت عليه الآيات ربنا قال ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين وربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ده حق ربنا ده حق ربنا يا شيخنا طيب قالوا من العجيب أن ينكر الودم الزم قال التصريف وليس صر في الكون انا من العجيب انكره من العجيب انك انت تكفر بها الله وتشرك بها الله وتقول شركك ده الاسلام ذاته ده اعجب العجيب مش العجيب لكن طبعا اصلا من صفات المشركين انه بتعجبوا من التوحيد والصوف ده تابع لابو لهب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا ابو لهب او قال اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء شنو عجاب فالتعجب من التوحيد اصلا ده من صفات المشركين يا صوفية طيب قال لانه غجا في السنة قال حديث صحيح مسلم قال اتنين الف وتسعمية سبعة وتلاتين وذكر قصة المسيح الدجال قال ده دليل على انه الولي يصر في الكون وده المسيح الدجال اتنين الف وتسعمية سبعة وتلاتين وده صحيح مسلم اي كتاب تقول يا يا صوفي ان شاء الله ما جلت ميكي فيها رد عليك في مسلا احنا بنجيب او وعك تلفوا الدور وقول غالوا ابن التيمية في الجزو قيصة افعت كده بنجيب اللص وقول لك فوشك طوالي طيب وده القصة الامام مسلم جابه بطولها برقم اتنين الف وتسعمية سبعة وتلاتين وما في اي ما في اي دليل انه الولي يصر في الكون وي عن النواسي بن سمعان وطويل جدا انه المسيح الدجال يعني تتبعه كنز الارض كيعاسيب النحل ويدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض سم يدعوه فيقبل ويتهل الوجه يضحك فبينما هو كذلك الى اخرين اول حاجة ده المسيح الدجال ده كافر النبي عليه الصلاة والسلام قال مكتوم بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن يعني موحد يعني سوء المشرك بيدعو الاولياء بيعتقد في الميتين بعدين ما بيقرأ كافر دي في جفهة المسيح الدجال وبيتابعه طوالي يبقى مع المسيح الدجال اي زول بعبد القبور وعاش في الوقت داكو ما تاب دا دا اذا ما تاب بتابع المسيح الدجال لانه اصلا دا بيشبههم اصلا طيب فالمسيح الدجال دا ما بيقاس عليه لانه دا ربنا سبحانه وتعالى جعلوا فتنة للخلق ليميز الله الخبيثة من الطيب دا 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 الحاصل كله وجعل على يدينه خوارق عادات ربنا جعل على يدينه ليكون فتنة للناس كان زول لو شافوا فعل كذا وطلع الكنوز وانبتت الارض وكذا 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 المؤمن العارف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه حيسوي كذا هو كافر وقرب معينه كافر ما بيمشي معه بعد الخوارق العملتي فدي حالة خاصة ربنا جعل شنو جعل اختبار للمؤمنين في زمن معين لا يقاس عليها ان الاولية يتصرف بالكون وتقول لي من باب اولى تقي اسمع الفارق لانه المسيح الدجال دا كافر دا فتنة ربنا يعالى في اخر الزمان ذاته بعد ذا قال وكلام كتير يعني زول 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 فاضي يفيك شبهات مسخرون الطرق الصفية وما عنده حاجة قال احياء الموت لا تكون الا لولي كذاب كذاب احياء الموت باذن الله كان لنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام باذن الله ليه ايضا كمعجزة وآية من آيات الله على يد هذا الرسول فلو انت شيخك الان الرسول يستطيع ان يأتي بمعجزات وآيات كبرى ورين اليوم وجاب قال في قاعدة جليلة ان في امرأة احياء الله لا ابنها وغير من القصص احياء الله لو فرسه وغير وغير العلم اتكلم عن هذه الاشياء وقالوا دي كرامة لكن دعوا الله ربنا جعل اليوم لكن الصفية ما بقولوا كذا الصفية بيقول انهم ذات بيملكوا المسألة دي ما بإذن الله افدا ولا زول دعا الله ذاته انا اقرأ لك الان من كتب الصفية انهم بيدعوا يعني كلام عجيب جدا جدا ولا بقول لك بإذن الله ولا بتاع وحتى لو قال ذات الصفية بإذن الله انه صوفي عنده معجزة ويحيي الموتى كنبي الله عيسى من المريم لقلنا لقلنا انه كذب ولا يمكن له هذا لكن شوف الصفية اصلا هم ذاتهم عقائدهم هم اللي بيعتقدوا الالوهية عديل كده في صبرهم خمسمائة تلاتة وتمانين قال منه الشيخ محمد الشربيني ده بكتاب الطبقات الكبرى للشعراني قال كان من ارباب الاحوال والمكاشفات قال ولما ضعف ولده احمد واشرف على الموت وحضر ازرائيل قال لقبض روحه قال لو الشيخ ارجع الى ربك وطبعا ملك الموت ما اسمه ازرائيل لكن المهم قال لما انجملك الموت لقبض روح احمد ولد الشيخ ده قال قال لو الشيخ الشيخ قال لي الملك ارجع الى ربك فراجعوا فان الامر نسخ فرجع ازرائيل وشفي احمد من تلك الضعفة وعاش بعدها ثلاثين عاما هذا كل كلام كفر يا جماعة لان ربنا سبحانه وتعالى قال على الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فما ممكن واحد يرجع ملك الموت كذلك برضو ده نقرأه عشوية الفوضات ربنا ده فيه كفر وشرك عجيب جدا جدا يبين ليك ان النازل اصلا هم شيوخم وطواغيطم الكبار ديل هم مدعين الالوهي عديل هم زاتهم طيب حتى لمن يجيب لك قصة زيدي ان ربنا حيالا ابنات دعا الله والله جعل ليها كرامة ولا اشكال في ذلك لكن الصوفية ما بدعوا الله الصوفية معتبرين انهم زاتهم اله مع الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الفوضات الربانية في المآثر والاوراد القادرية في الصفحة رغم تقريبا تسعة واربعين شوال الكلام ده نبي اعتقد انه هو اله قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي واعلم نبات الارض كم هو نابت واعلم رمل الارض كم هو رملتي واعلم علم الله احصي حروفه واعلم موج البحر كم هو موجتي الى ان قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وان شئت افنيت الانام بلحظتي هو افني الانام كله وناظر ما في اللوح من كل اية وما قد رأيت بن شهود بمقلتي قال مريء الى كلام طويل طبعا انا اختصر بس بعض الابيات قال مريدي قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لاغلقت بنيان الجحيم بعظمتي بلا هو بيقدر فدعاء الالوهية مع الله سبحانه وتعالى قال مريدي لك البشرى تكون على الوفاء اذا كنت في هم اغذك بهمتي انه يدعو المريد يدعو الشيخ في حالة الهم والشيخ بغيص طوال وده شرك ايضا قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الاحبة انا كنت مع نوح اشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع ابراهيم ملقا بناريه وما برد النيران الا بدعوتي انا كنت مع راعي الذبيح في داءه وما نزل الكبشان الا بفتوتي انا كنت مع يعقوب في غشوعينه وما برئت عيناه الا بتفلتي انا كنت مع ادريس لما ارتق العلا واقعدت الفردوس احسن جنتي الجنة حقة هو ده الشيخ بتكلم عن نفسه الكلام ده كله انا كنت مع موسى مناجات ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي انا كنت مع ايوب في زمن البلا وما برئت بلواه الا بدعوتي انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا واعطيت داود حلاوة نغمتي انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي انا العاشق المعشوق في كل مضمر انا السامع المسموع في كل نعمتي انا الواحد الفرد الكبير بذاته انا الواصف الموصوف شيخ الطريقتي وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن حتى يعرفون حقيقتي دا شرك وكفر والدعاء للالوهية والربوبية واشراك بالله عز وجل ما اشركه حتى المشركون الاوائل لا ابو جهل ولا ابو لاب فصوفي ما يغشك يقولك نحن بنفعل باذن الله انت اصلا شيخك معتبر نفسهم اله وشركاء مع الله سبحانه وتعالى فما في دا الى الفلسفة الكثيرة دي وده ما بيجبه فعل بعض التابعين والصحابة لما اندعوا الله وربنا جعل لهم كرامة او خارق للعادة ده ما بيدعوا الله ده المعتقدين هم زاتهم اله مع الله صفية بعد ذا قال عنده حديث تاني يدول قال على انه شيخ خصفية بتصرف الكون قال قال حديث صحيح مسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا ابره وقال دا تصريف وده اكبر دلالة قال على التصريف يعني شيخ خصفية عن تصرف الكون قال دا دليل والحديث هو دو صحيح مسلم انا جبته حديث انس ان اخت الربيع ام حارثة جرحت انسانا جرحته فاختصموا الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت ام الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا ام الربيع القصاص كتاب الله قالت لا قالت لا والله لا يقتص منها لا والله لا يقتص منها مش يعني قالت لا ان القصاص ما كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها ابدا قال فما زالت حتى قبل الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره وقال النووي قوله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره معناه لا يحنثه لكرامته عليه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الشيء الذي اقسم عليه وذي صحابية جليلة وما فيشكال في الكلام ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره ما فيشكال زي الصحابة ديل وزي الصالحين لكن الصفية ما صالحين وبينا الان الصفية دل عندهم شرك عجيب جدا جدا غريب وهديك تاني ان الصفية دل ما اولية لالله ابدا اولية لابره وقالوا ابليس ده الله وقالوا لا اله لكم الا ابليس ده في الصفحة رقم خمسمية خمسة وثلاثين خمسمية ستة وثلاثين من كطابة الطبقات الكبرى للشعراني وده مدح البرعي طبعا الشعراني قالوا من هو الشيخ محمد الحضري من الاولية عن ابتاع الصفية رضي الله تعالى عنه مكتوب كده المدفون بنحية نهية بالغربية وضريح يلوح من البعد الى اخره قالوا اخبارنا الشيخ ابو الفضل السرسي انه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة قالوا اخطب لينا فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله واثنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام ها تقول لي إن من عباد الله من لو أقسم على الله إلى بره وينه عباد الله يا شيخنا دل بيعبدو إبليس بيعبدو إبليس ده كتاب الشعراني صفحة 535 قال فقال الناس وكفر في ناس عقلين قاعدين تعد فسل السيف هذا ما يرهاب السع والصوفي قال أنتو الوهبية قال بتعين تفجير حسن هنا بتعين ارهاب وتفجير ولا الصوفية قال لك فسل السيف ونزل فهرب الناس كله من الجامع فجلس عند المنبر إلى أدان العصر وما تجرى أحد أن يدخل الجامع أبدا منوسس ولا التفجير والتقتيل هم الصوفية ذاته وده من زمان يعني ما من السع وده من زمان السيوف يعني الليلة لو لقوا الدبابات دي بيعملوا فينا عملية بطالة جدا قال ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم قال فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة هذا ونحن نراه جالسا عندنا ببلدنا دل كلام باطل ساكن طيب الصبع خمسمية خمسة وتسعين دوريقين نازل والله نازل دا مش جاء عجيب خلاص دي برضو خطبة بتاعت صوفي في الصفحة خمسمية خمسة وتسعين قال ومنهم الشيخ ابراهيم العريان رضي الله عنه ورحمه كان رضي الله عنه إذا دخل بلدا منهم ذي يعني من أولياء صوفي يعني أنا شوف الكرامة بتاعته قال إذا دخل بلدا سلم على أهلها كبارا وصغارا بأسمائهم دا كله كدب ساكن ولا حصل حتى كأنه تربى بينهم وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا نيلي مرة واحدة عريان لباس ما لابس قال فيقول السلطان دي الخطبة السلطان وادميات باب اللوق بين القصرين جامع طليون الحمد لله رب العالمين قال فيحصل للناس بسط عظيم ما إلا كان صوفيه ما دا القنين زول يقول كلام بتاع الناس بيشيروا بانقو زيدا سلطان وادميات باب اللوق بين القصرين جامع طليون الجامع يحصل لهم بسط عظيم أنه دا الناس بهايم بل شر من البهايم ربنا قال أولئك كالأنعام بل هم أضل فدأ دا منهج التصوف دا الماء أولي لربنا سبحانه وتعالى لشان تقول لي إن من عباد الله من لو أقسم على الله إلى بره قال دا الماء الصوفي يا شيخ ودي قال النبي عليه الصلاة في هذه الصحابية وأمثالها والصالحين لكن دا الماء صالحين طيب طبعا هو بعيد الكلام يعني بيجيب المسألة العغيظة الكفرية بتاعته وتاني بعيد وتاني بكرر لعشان كده أنا بص ما بجاوب علي تكرار بكرر تاني كرر موضوع ملك الموت وكرر موضوع سليمان والرياح وده كله ردين على وجبين قال الأولي إذا يدارين البحر يبقى ناشف بيبقى وإذا يدارين البحر يبقى طريق بيبقى طريق وإذا يدارين الماء بتلت تلت تلت قال وطبعا دال الصوفي أصلا بيحبوا النجوم والنسوان اللي بيقولا ما يلدن دال ونحن بنحذر أي مرة إنها تمشي لأي شيخ يخلو بيها لأنه دا ما كلامنا دا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثوما لكن أخطر من الموضوع دا إنه دا شرك كون المرزات تعتقد إنه بي شيخ بالدجان من دون الله دا كفر يا شيخ كفر يا صوفي يا بليد ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة دا ربنا ما في صوفي يستطيع فعل كلامنا عشان يقول لك دارين البحر يبقى ناشف يبقى ودارين الطريق البحر يبقى طريق يبقى طريق وينو ما حصل لدينا صوفي نشف البحر الزير ما بتنشف يا صوفي والله هلبي صلصة ما تنشف تنشف شنو يا مجرم قالنا تردت على فتح الغنوات للجفر آي لأن ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم فما يجوز السماع لزول يستهزئ ويكفر بآيات الله زي الجفر وزي الصوفية فما بجوز يفتح لا أي قناة بل ده زي ما قال العلامة عبيد الجابري واجب على حاكم البلد اللي هو فيها إنه يقتله يقتله إذا ما تب من شركيات وكفريات وبينشور الجفر ده يقتل لكن ما بيقتلوا الشعوب وإشان الأمر ما يبقى فوضى زي ما بقولوا التكفيرين إنما يقتلوا الحاكم أنه مرتد زي ما أفتع العلامة عبيد بن عبد الله الجفري الجابري أفتع في الجفري قال فتح الغنوات للجفري يدل على إنه أمة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما تعتقد أنت ما نلقل لك أمة النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة المتمسكين بسنة ده الموحدين ما بيدعوا للشرك كما بيدعوا له الجفري والصوفية ده أمة لو بيدتكلم عن الكثر إنه الأغلب ماذا يحق التيانا بقول لك نعم لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قال وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال تعالى إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مهم أما قال الفكر التكفيري التفجيري بينا الآن من كتاب طبقات الشعراني إنه الناس اللي بنفروا الناس ودركتوا للناس وما الصوفية والأخوان المسلمين والإثنين ذالف الناس صوفية تقالي الناس بالله دين تصنيم الغاعدة وداعش دين ما أصطنوا أخوان المسلمين والأخوان المسلمين أصطنوا صوفية سيدغوط بصوفي حسن البن صوفي قال انت ما بتقرأ لو كنت بتقرأ كان وجدت العلماء صنفوا تصانيف في إنه يعني الأولي يصرف بالكون وكده يقصد كده ورين تصنيف واحد كتاب لي عالم مش لي صوفي لي عالم ما صوفي عالم رباني مسلم ألف إنه قال الأولي يصرف بالكون وين ده يا أخي لو جبت ذاته لو فرضنا جدلا عالم قال الولي يتصرف في الكون ده كفر وده كافر ذاته طيب ربنا زكر الكلام ده في آيات كثيرة من آية الكرسي ربنا قال الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم فربنا هو اللي يتصرف في الكون وهو المالك لهذا الكون وإن رغمت أنوفة صوفية والجفري وجميع الطرق الصوفية طيب قال قال أديك مثل قال هذا آخر حاجة أو قبل آخر حاجة ختم بها في ناس كفار في الكون ما أنا قلت إنه لو في زول يصرف في الكون صوفي اللي يصرف فينا من على الردة على الجفري وعلى الصوفية قال قال هذا كلام تقول قال أديك مثل قال في ناس كفار في الكون موجودين وكفروا بي الله هل ده دليل إنه الله عز وجل لا يستطيع أن يتصرف وذكر مسار للقرامطة وقال غزوا الكعبة وعملوا وسرقوا حجر الكعبة حجر الأسود قال وقال ده الدليل إنه الله ما يصرف في الكون يعني أول حاجة أنا ما قلت الله ما يصرف في الكون يا صوفي يا مجرم يا كذاب أنا قلت شيوغك ما يصرف في الكون قلت ما في بشر مخلوق يصرف في الكون قلت الخالق الله عز وجل يصرف في الكون إن تجيب الأمثلة تقول في ناس كفار وقعدين وعايشين وماكلين وشعربين وما بيقول مسلمين هل ده دليل يا ودي مزمر إن الله عز وجل يتصرف في الكون ما أنا قلت الله ما يصرف في الكون يا صوفي إنت قلت الله ما يصرف في الكون براو قلت الأول يصرف في الكون برضو ما أنا عشان تقلب الحكاية يا مجرم بتلعب على منو أنت طيب بعد ذا قال الله الله صرف قال قلب الجبهجية في حلقة السوق العربي بتاعتكم قال وقفوا عليكم دي خطنبيع ودي والله طريفة خلاص قال في مسجد أو بكراداب اختفى كم جمعة قال الله صرف فيكم أجباجية ما الله اللي بصرف هاي ويت لو عرفت الله اللي بصرف براو كان القضية ذي انتهت يا صوفي كان بجيت سلفي انت بتقول الأولية بتصرف في الكون في امتى الحتة دي جيت قلبتها في النهاية تقول لي الله بتصرف في الكون ما أصو الله بتصرف في الكون وده خلافنا مع الصوفي أصلا ومع الجبري ومع الطرق الصوفية في الصفحة بتاعته مساجمان الرمدان هذا كلام باطل سأخذ أما كونه والله يحصل لنبيه على دصول عربي كذا وكذا وكذا الدعوة ماشية هاي دعوة الله ذاته ربنا ما بوقفها لكن احيانا بتقف حتة أشان ربنا يفتح لك حتة أعظم منها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام طرد من مكة واخرج من مكة ومشى المدينة لو مشى المدينة ربنا فتح له المدينة ورجع تاني فتح مكة تاني وفتح البلاد كلها في عهد أبوكر توسعت الخلافة وفي عهد عمر دخلت لحد السودان ذاته عرفت كلامي فربنا عز وجل بيفتح يا أخي ونحن وفنخرج على الحاكم والله بندعو اللي بندعو اللي بندعو الخير وندعو ربنا سبحانه على يصلح حاكم بلادنا ويصلح ولاة أمورنا ويهديهم إلى ما فيه الخير والهدى والرشاة ويجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال الفاضل أو يصلح أحوالنا وأحوال في جميع الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه في النهاية الصبي قال لي وجيك أرجاه وده تهديد طبعا أنا ما أعرف الصبي ذلك لصرف فيني ولا جن يا شيخنا ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إله وإن يريدك بخير فلا راد لفضله والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا صوفي يا ما بتفهم قال وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء ولين ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى لك ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم مبارك على نبي نحمد وعلى صلى الله عليه وسلم وصية القحطان الله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان